كما نأتي الكمبيل التركيب الكامل المتحرك للمريض أول شيء عندي البيزل سيرفس أو أسمي الامبرشن سيرفس أو تيشو سيرفس نيجي نشوف البيزل سيرفس أو الامبرشن أو التيشو سيرفس هنا مثل ما تشوفون بالصورة المارك اللي عليها الحرف مكتوب عندي بي اس هو البيزل سيرفس اللي هو الفتنج سيرفس شنو يعني الفتنج سيرفس اللي هو السطح اللي رح يلامس البون رح يلامس الفونديشن ايريا الفونديشن ايريا هو البون الموجود inside the patient's mouth اللي رح نقعد عليه هذا الدنشر فمثل ما نقول السطح الداخلي للدنشر اللي رح يلتصق بالبون مال المريض هذا رح أسميه البيزل سيرفس إذا نقلنا هو part of denture that rests on the foundation tissue foundation tissue اللي هو structure available to support denture اللي هو البون الموجود الألفية للرج الموجودة اللي رح نقعد عليها الدنشر and to which the teeth are attached طبعا هذا البيزل سيرفس رح ترتبط الأسنان بمن الخارج نيجي الدنشر أوكلوزل سيرفس the portion of the surface of denture that makes contact with the antagonist إذن الأكلوزل سيرفس مثل ما نشوفه هنانا بالصورة عندنا هذا الأكلوزل سيرفس اللي هو السطح العلوي للأسنان وهاي ملاحظة جدا مهمة هو فقط السطح العلوي يعني بس الأكلوزل سيرفس ومو الباكل واللينجول والميزيل والديستل وولز ما مشمولات بس الأكلوزل سيرفس اللي رح يصير بيه contact with antagonist يعني هذا الخط فقط الأكلوزل سيرفس اللي رح يصير بيه contact with occlusal surface دنشر هذا أسميه أما هذا الجزء اللي هو الباكل واللينجول هذا مداخل ضمن الأكلوزل سيرفس of the denture إذن صار عندي البيزل سيرفس اللي هو هذا السطح الداخلي ما للدنشر وعندي الأكلوزل سيرفس اللي هو فقط هذا اللاين الخارجي اللي رح يصير عليه الاطباق ويا الدنشر السفلي دنشر The polished surface The portion of the surface of a denture that extends in an occlusal direction from the border of the denture and include the palatal surface إذن الpolished surface رح يمتد من الأكلوزل من الأكلوزل from the border of the denture إذن من حدود الدنشر رح يتجه باتجاه الأكلوزل سيرفس It's the part of the denture base that's usually polished and include the buccal and lingual surfaces of the teeth إذن مثل ما قلنا جدا مهمة هاي الملاحظة يعني إذا نقول إنه الباكل وال lingual surface of the teeth هي ضمن الأكلوزل surface of the denture هذا الشي خطأ الباكل وال lingual surfaces of the teeth هي ضمن الباكل وال lingual surface of the denture أما الأكلوزل surface هو فقط سطح الأطباق فالباكل surface مثل ما مؤشر عندنا PS هي الباكل surface يمتد من البوردرز البوردرز هي هذا الخطة المنقط هاي البوردرز فالباكل surface تشوفون هذا السهم من البولشد surface يمتد من البوردرز البوردرز إلى أكلوزل إلى أن يشمل الباكل وال باكلوزل ويوصل للأكلوزل هذا كله أسمي البوردرز البوردرز الملفير اللي هي الخط المنقط اللي شرحنا عليه بالصورة هاد الخط اللي هو الجنكشن بين البولشد surface والباكل الطريقة البوردرز الدينتر إذن الفلانج اللي نفتهمه من التعريف إنه هو جزء من لأنه يمتد من مثل ما نشوف بهاي الصورة يعني الفلانج اللي هو حرف الف جزء من يمتد من هذا اللايم اللي هو الحد البوردر اللي هو الخط المنقط والأبيض هذا أسمي الدنشر فلانج هو جزء من لأن البوردش سيرفس كذلك يمتد من البوردر بس هو مو للصورة لا هو يشمل الفلانج هو جزء من البوردش سيرفس حسا نيجي بعض التعريفات اللي دلنا على الاكسترا أورال لاند ماركس يعني حتى نصنع الكمبليت دنشر نحتاج نعتمد على لاند ماركس أشياء ثابتة سواء بوجه البيشنط من الخارج أو بفم المريض من الداخل حتى دلني على الطريق الصحيحة لصناعة الدنشر أبعاد الدنشر حجم الدنشر جد أمدة أحتاج أعرف هاي اللاند ماركس فاليوم رح نبدأ بالإكسترا أورال اللاند ماركس اللي هي الخارج الخارجية نيجي أول شي عندي الفلترام شنوه الفلترام is a midline shallow depression of the upper lip which start at the labial tubercle and ends at the nose إذن midline يعني في منتصف الوجه shallow depression هو عبارة عن انخفاض بسيط بالأبر لب نيجي نشوف هنا بالصورة حرف P هو الفلترام اللي هو يبدأ من labial tubercle إذن نشوف هنا حرف T مكتوب هذا labial tubercle اللي هو swelling البسيط اللي يصير بالأبر lip swelling بالmidline يصير بالأبر lip مكتوب عليه حرف T هو هذا labial tubercle فالفلترام هو المنطقة المنخفضة من والحد النوز هاي المنطقة هي الفلترام نشوف احنا دائما انخفاض عدنا بين labial tubercle الارتفاع البسيط الموجود بنصف الشفة العليا للنوز هذا رح اسمي الفلتر labial tubercle هو نفسه قلنا is a little swelling in the mid portion of the vermilion border of the upper lip شنهو المنطقة 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 the lip is covered by the skin at its facial surface and the mucous membrane at its inner surface يشرح انه الشفة مغطا بسكن بالجلد بالفيشيال surface وميوكوزة بالإنر surface اللين اللي يفصل اللي يفصل the transitional area between the skin and the mucous membrane of the upper and lower lip is a pink or red zone of the thinner epithelium which is called the vermilion border إذن هاي المنطقة اللي مكتوب عليها VB هي vermilion border اللي هي الشفة المنطقة الوردية من الشفة اللي هي انتقالية بين الاسكن الخارجي هذا الاسكن وبين الميوكوزة النسيج الطلاع اللي موجود داخل فم المريض هاي المنطقة الوردية هي أسميها vermilion border مثل ما نشوف هنانا بالصورة مكتوب عندي النيزو لابي الگروف إذا تشوفون هذا الانخفاض البسيط اللي يمتد من الوينغز أو الالة of the nose هاي الالة of the nose الحد ما يوصل للكورنر of the mouth اللاين هذا المنخفض اللي يمتد من طرف الان في الالة of the nose حد ما يوصل للكورنر of the mouth هذا رح أسميه النيزو الليبي الگروف نيجي الليبي المنتل اللي هو هام كذلك موجود عندي بالصورة هذا الليبي المنتل اللي هو الانخفاض بين اللاور لب والتشين هذا رح أسميه الليبي المنتل المنتل هو الشارب أو المنتل المنتل الذي يوجد بين اللاور لب وال الانجل النيزو اللي هي الزاوية اللي موجودة بين النوز وبين اللب مثل ما نشوفها معلمة هنا بالخط الأسود هاي الزاوية المفروض أنها تكون تسعين درجة يعني زاوية قائمة عند المريض is an angle between columula of the nose هاي columula of the nose and the filtrum of the lip الفيلترم اللي هو depression اللي قلنا عليه اللي هو هنا ما كان إذن هي angle between the columula and the filtrum normally approximately 90 degree as viewed in profile إذن profile اللي هو الصفح ما للبيشن أسميه profile view فمني باوع من وجه البيشن من الجانب راح تكون عندي الزاوية تسعين normally تكون عندي تسعين درجة angle of the mouth and labial commissures angle of the mouth is the lateral limit of the oral fischer مثل ما تشوفون مأشر عندي بالسطح اللي هي زاوية الفم labial commissure is a junction of upper and lower lips lateral to the angle of the mouth إذن هو الارتباط بين upper and lower الزاوية هاي اللي تنطيني بين الارتباط بين upper and lower lip زاوية الفم هاي راح أسميها labial commissures المجاورة الها اللي هي angle of the mouth آخر شي عندي الموديولاس الموديولاس this muscular note is at the angle of the mouth موجود بالangle of the mouth هاي السيركل اللي تشوفوها بالصورة هاي عبارة عن muscular note muscular note يعني مكان تلتقي بي عدد من عضلات الوجه من الفيشي المسلز كلها تلتقي مثل ما تتشوفون هنا levator anguli oris zygomatic major orbicularis oris boxinator depressor anguli كلها ملتقية بهاي النقطة هاي اسميها modulus modulus may lie laterally to the lower premolars وهي تكون مقابل يعني inside the patient mouth اللي يكون مقابل ها هو lower premolars so it will displace the lower denture of those teeth are set too far buckaly فهي هاي النقطة هو لازم انتبه لها لانه من اجي اصنع الدنشر واحط الاسنان مال الدنشر لازم اراعي انه ال premolars احطهم بمنطقة صحيحة بحيث ما تكون طالعة بكالي وتدفع الموديولاس فبالتالي تصير عندي activation لكل المسلز المرتبطة بالموديولاس اذا صار عندي activation راح يطلع الدنشر من مكانه فالمطلوب منكم بهاي المرحلة انه نعرف شن هو الموديولاس لاحقا راح نتعرف عن اهميته وشلون راح يأثر لي عدنشر اذا الموديولاس هو muscular note مكان التقاء el facial muscles بهاي النقطة ويكون هو مقابلة inside the patient mouth لpre-molar هاي اهم النقطتين تعرفوها بالمرحلة الانية and thank you